انتقادات لا دعا تواجهها الحكومة البلجيكية بسبب تقاعت كادرها الأملي وإهذاره لفرصة ثمينة لتجنب هجمات بروكسل الدامية خصوصا بعد اعتقال المشتبه به الرئيسي صلاح عبدالسلام في هجمات باريس وبحسب المراقبين فإن استجواب عبدالسلام بالشكل السليم كان سيوفر معلومات استخباراتية كافية ربما تقود إلى رفاقه وبالتالي تساهم في الحيلولة دون وقوع الهجمات تفجيرات مطار بروكسل الانتحارية وقطارات الأنفاق أظهرت عجل السلطات البلجيكية عن التصدي لداعش أي كان ارتفاع مستوى حالة التأهب لدى النظام الأمني الاستخباراتي ويعاني هذا الجهاز نقصا حدا في العمالة التي يبلغ عددها سبعمائة شخص يفتقرون للإمكانيات الضرورية لأداء مهامهم في بلاد يبلغ تعداد سكانها أحد عشر مليونا كما تقل إمكانات جهاز الشرطة بنسبة عشرين في المئة عن مستوى الكفاءة الكاملة فضلا عن افتقار النظام الأمني للاتصالات والتنصيق في مختلف البلديات بسبب خط التقسيم اللغوي الذي تتميز به بلجيكا بين اللغتين الفرنسية والهولندية وعلى الرغم من أن ضعف المعلومات الاستخباراتية وعدم وجود دلائل لهجوم وشيك منع الحكومة من إغلاق بروكسل كما فعلت بعد هجمات باريس في نوفمبر إلا أن السؤال الملح لدى المراقبين الأمنيين يبقى حول تأخرها في إغلاق المترو لنحو ساعة وهو ما كان يمكن أن يحول دون سقوط مزيد من الضحايا الحكومة أولت مزيدا من الاهتمام لشبكة الانترنت لتعقب المشتبه بهم وقدمت في هذا الإطار أموالا لشركات الاتصالات كما شرعت في إصلاحات قانونية ذات صلة لكن الخبراء يتوقعون أن الإصلاح الأمنية في البلد الذي يصطدف مقر الاتحاد الأوروبي والناتو ربما يستغرق سنوات ولن يتم بين عشية وضحاها زينب خرفاتي العربية